بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعن ما زال حديثنا مع حضراتكم عن تسكية النفس وما هي النفس؟ النفس هي اللطيفة، الربانية، المدركة التي من خلالها نميز الأشياء وندرك الأشياء المودعة في الإنسان فإذا سمت وارتقت هذه النفس إلى معالي الأمور صارت روحاً يا أيتها النفس المطمئنة هناك من يقول النفس هي الروح وهناك من يقول النفس هي غير الروح على أي حال إن ارتقت هذه النفس ووصلت إلى درجة الكمال الأخلاقي صارت روحاً وَلِذَلِكَ خُوطِبَتْ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً وَإِنْ جَنَحَتْ إِلَى الْمَعَاصِي وتريد أن تنتصر عليه فأنت في جهاد مستمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فالجهاد لا ينقطع أي جهاد النفس لكن الإنسان قد يضعف في مرة وقد يهزم في مرة أمام نفسه فدائماً أطلُم من الله المعونة إياك نعبد وإياك نستعين نحن في حاجة إلى فضل الله نحن دائماً لا ننقطع عن باب الله ولولا فضل الله عليكم ورحمة ما زكى منكم من أحد أبداً ونقول لك ونطمئنك لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولذلك امتسل وصية النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا أي جاهد نفسك واجتهد على قدر استطاعتك فاتقوا الله ما استطعتم لا نقول لك قم بإزاحة هذا الجبل من مكانه إلى مكان آخر متى يتأتى لك ذلك بفضل الله متى تقدر على ذلك بعون الله ومدده سبحانه فأنت في طريق المجاهدة بحاجة إلى فضل الله بحاجة إلى عون الله إياك نعبد وإياك نستعين وتحدثنا عن الأصوات التي هي بداخل هذه النفس صوت الأنانية صوت الشهوة متى يناديك صوت العصبية قد يناديك صوت الحقد والحسد قد يناديك فإذا ما خلوت بنفسك مع الله بعيداً عن الناس وصلت إلى الفكر والفكر هو حركة العقل وإذا وصلت إلى هذا المعنى ناداك العقل ناداك صوت الإيمان يا فلان يا عبد الله قم فصلي قم فصل رحمك فتغلب صوت الإيمان على صوت الشهوة وصوت الأنانية وصوت العصبية وصوت الحقد والحسد وهذه الفائدة التي أقولها لك من خلال بحس في كلام أهل الله أن تخلو بنفسك في اليوم ولول ساعة فالخلوة هي المناخ الوحيد للفكر أن تصل إلى الفكر والفكر هو حركة العقل ونحن بحاجة إلى حركة العقل لأن من خلاله نصر إلى الإيمان فينادينا صوت الإيمان قم فانهض قم فتوكل على الله قم فاشتهد لا تيأس تفائل كن مؤمناً كن واسقاً بربك سبحانه وتعالى وما الذي يخرج الشهوة من القلب الشهوة تنطبع في القلب الذي يخرجها كما يقول الشيخ بن عطاء الله رضي الله عنه وأرضاه خوف مزعج أي خوف من الله يزعجك أو شوق مقلق حبك الشديد لله فإذا أردت أن تخرج الشهوة التي انطبعت في مرآة قلبك فعليك أن تلجأ إلى الله بخوف مزعج أو بشوق مقلق وكلام أهل الله فيه الفائدة وفيه الدواء فهم أطباء القلوب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى من خلال هذه التسكية أن نصل إلى مكارم الأخلاق وأن نصل إلى درجة الصفاء الروحي وأن ننعم بالعيش الطيب الذي قال عنه ربنا سبحانه من عمل صالحا من زكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة اللهم ارزقنا الحياة الطيبة والعيش الهنين واحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته